المحلات التجارية وهو مع شرق كين هذا المركب مرخص في 18 لزيموبل من أربع طوابق وباركينج وروض الأطفال كما ترى وقاعة في الدوزيميطاج قاعة الرود وقاعة الأفراح وكراها والعراسات سيكونوا قل لك ما يلحقوا الباطل سبعا المحلات التجارية قدرنا الجماع الأخير قبل لقاء تواصلي في ألفين ومع قامة لا أتذكر الجماع الأخير هو جمع عام الذي أعطينا أحضر فيه المهندس وحضروا فيه جميع المتدخلين وعطينا الوضعية المالية الوضعية المالية وعطينا الناس اللي فصلناهم اللي هم اللي كي يحتجون لما أدوش ما بديمتهم أخداوا القرعة ولكن ما أدوش بديمتهم سيفنا لهم اندار عن طريق البريد المضمود وكذلك عن طريق مفوض قدائي في جميع العام قدنا ليمودي كان صعوبات كان الكراهات مالية أراها هالعداد اللي ما لباش وقداش ما بديمتهم ورحنا دلنا جميع المساطر المحامية راسلهم بمفوض قدائي صوتوا بالإجماع نقطة الأولى صوتوا على سحب جميع لتوصلوا بالإندارات أعطاوا مهلات سبع أيام من تاريخ الجمع العام النقطة الثانية راح تبقى أن محلات سوف ندرهم في المزاد العلاني لأنه داخلين في القيمة البروجي باش تحت 3250 درام درنا ليهم القيمة ديالهم ابتداء 1500 درام كان زميل ليس 1500 عشر مليون ونصف 15 درام درنا إعلانات في جميع المصالح السباقي الموظفين دعنا إعلانات في جميع المصالح دخلنا معهم من راود ودرنا هذه القاعة متعددة الاختيصات هذه قاعة متعددة الاختيصات قالوا كل قاعة الأفرح ونحن نحبس درنا مزيس إداري كل ما درنا كل ما درناه في كل ما درناه في كل ما درناه في التقييم والمحلات الرواد درناه كمزيس إداري ماشي حيدناه حيدناه يعني المحلات تقلوا بجمعها لا احنا عطيناهم غير بأن نارها الذين يدخلون في الاستيماسيون ولكن طرحناه في جميع العام راهوناك محاضر موتقين مفوض قدائي وكان سيدي كان تجيل في القاعة ديال وطير الفدالة الناس هادروا الناس هادروا هادروا واصحيوا وما كيجيوش السؤال الا الكيدرح هادر الناس لم يكملوش بعض الموظفين لم يكملوش أعطاهم القرد القيمة بعض 200 مليون نحردهم ونجلوا ونحرموهم 80 مليون تقريبا وموظفين معنا وكارين ما طبقتش مع العقد في شهر يعني نحايدك كون بغيتنا ندير كما تقول اللي عيني فيه نحايدك صافيرها عمين هذي صافير عليها انظار لول قولي ثلاثة وكارين تقريبا ولكن انا عارف الوضعية دياله تواصله معنا دب هذا العام يقدروا يقدروا يجدهم مليون هذا استافد حتى نحن نجحنا على سبا نجلوها للناس اللي مستافدين هم الموظفين للجماعيين وأتحدى الجامع ودرنا اللقاء تواصلي الاخير دين نهار 21 في الفندوق فاش خرج لنا الاكلاتمان تحفظ بيننا تمنال الف درامزون ام 22 درنا واحد مرسالة المحافظ العام جاوبنا بعد التدخلات والسلطات المحلية وسيد الامال لاننا عارفين ناس وددخلوا ناس في الرباط ودقنا جميع الابواب هبطلنا للسلف درام من 8000 في السلف درام من يخذينا الخبر اللقاء 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 لانتباتي معي بالاجمع وسيكون لديكم مهلا اوضعوا شيوا ملتع مزخر الـ 22 اللقاء الـ 5 سلفات يعني هناك حسابات سياسية ونقبية لا أحد اللقاء اللقاء وش شيشية مستفيدة مضرورة وفضلات للوقفة الأولى الثانية الثالثة يعني احنا مجاوبناش هما يقولون احنا نعمالون هما بغوا يلاهيونا باش نقاوح احنا مدينا في هذا الشي باش نفوتو الديلي احنا الديلي تلويت ده غدا ا ا ا ا ا ا ا ا هما بغوا يدخلونا في هذه المتاهات باش غدا يقول لك اه اسمح لي ايا اردين معي هلك سعبش يقرأو العقد؟ اقول كاسي اه امتى وقعت معي؟ اه انا كاري بألفين درم خلصي ألفين درم ومنحقه شي حاجه لغيش الدني منها تقلب عليها ولكن شي حاجه اللي بني وبينك وتصورت وحدين ما بغينش يدير تلك الالتزام تسليم مفاتيح الضحاك يديرو العمران كيديرو كيف شاء؟ جمع المؤسسات اخوة السيد بني وبينك عقد هاي العقد فيه فصل جوجة يقولها يقول لك يلتزي مستفيدة ايه اه اشغال الكوبرة تكمل الرصاصة زائد الكهرباء زائد تبليت زائد الألمنيوم زائد باب المدخل السباغة زائد صنابر ترى من ترى يجب عليك حمال روبيني وطوالة وطلافة وكوزينة وردوات تسافي إلا خسرتك شي حاجة لدينا القرنطة عام معك شي روبيني هم نلاقلك لا طريقة باختصار باختصار هذا الناس أنا أفتخر بهذا المجمع وبهذا التجربة نجحت في ظرف الثلاث سنوات بعد المداء العقد في المغرب كامل هارمان سوري يحدانا كل خمس سنين سنين نحن نبتغ نكمله نسنانة واحد حق الإنسان قال لك جيمات من أنا ما كان عارفوش أنا من من جيت وزير الملح كيف فرق علموه الضافين وحد الواتقة خطيرة حتى نصفتها اللي كتنشرها نبي الوزارة كان اسم هذا وكتنصبه توكله باش هو ينبع لك في المحاكم ونبع لك عند السلطة المحلية ومنابر الإعلامية هاتي خطيرة وكتبت الوكالة مبقاش ديزة الإيقاليزي مبقاش إيقاليزي مبقاش إيقاليزي مبقاش وكلا خص إما ديرك النوطير ولا ولا اسمته العدول ها باش توكني أنا توكني نظر بلاسئة امشي نجيب لك اشي واتقة دبت تبغي توكن مراتك اه نجيب لك الباسبورة إلا لك اسميته وتاياك أعطي ورقة كتوزع فيها كتقول ليهم واشتا محامي انت السلطة وساية انت السلطة قادائية سلطة تنفيذية تشريعية تفتي كل شي الجمعية والتزم حدودك الناس هنا إلى مدرور رأى كين القادة وغيضرب اسمي وكين محامي يعني المحامات كلهم غيسدوا نشوف ودنبي اللو مرة عرفته جاء جتا تحاسبني أنا أنا مؤسسة مؤسسة منتخابة اللي غيحاسبني والمنخارات المستفيد لأنه كان منخارات في الجمعية وهذا رمشي عقد من الخارات هذا هذا عقد بيني ومن المستفيد 1.5% كون مدنسة للعقد من الخارات غنشجله ب4% وكما كيقولوا وحد الدليل الشفاهي يهضم الدليل الكتابي يعني والفندواء صحفية إن شاء الله سيطارق نكمله بأي سؤال احنا مرحبا ونتمنى هاد البلاد اللي بغالها الفتنة الله يهديه اللي بغالها الفتنة الله يهديه احنا بلادنا خاصة لماذا تقوم بجمعية؟ تقوم بجمعية تؤثر ومجتمع المدني او شارك او شارك او مجتمعية هي اللي تقوم بجمعية فتنة ظاهرة 850 رواضحة دخلت لسياستها جمعية حق الإنسان دخلت لسياستها اجي انا شاشر معي ونقول لك دخلت لسياستها يعني الفصل 58 مسحتي الجمعيات يؤثروا ولداتنا احنا ما عنديش ايزازة او لا عندي احنا تربينا في احزاب في الشابيبات التحادية شوية ولينا في قطاع العمالي شوية في النقابة شوية مكتب وطني شوية المركزية نقطة بالنقطة بحل السياس وكتنضج لماذا؟ الناس اللي انتراج لي معاك كي اترك هذا او العمل السياسي والنقابي والجمعوي مش يتدي الفتنة بلادنا مدينتنا مزيانة بلادنا مزيانة و ممكن قالوا شي حاجه ببعض المنابير كل احترام يصيري طريق ممكن قالوا شي حادث بلاحقق تقلبوا فني دلوا فتنة كل شي اه دابا اسميته اليوم السيد العمل مزيان غدا يقولك بابا مستدود وانا مشيت عنده السقبني ولعواني اسميته مسائل إدارية اقسموا بالله ساعتين وانا معه في البيرو من اللي جاءت يقولوا اه العمل اه مسائل حضرة القهاوي قطساد عليه وانا كان نمشي لي وبالله انت ولا نمشي طالبا الاول ما استاجمش مشيت عندو الدوان دخلني فانا خلط قل لي وانا ما جانيش الطالب قلت لي هكين 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 قبل الميلوطة قلت لدينا نزي ونصعب وبقينا حنتا واتي دل إجراءات دلو كدل بحث ديال وادك شي باش يسنوا لكوميسي ووستقبلنا ناول النائب ديالي أخي حمامن وشرحنا لي ودعنا في البروجيه هادك الساعة عطل أمر دياله هادك الساعة مخرجنه لم يكن لديهم شرازة صوبوها كملوها قال لي ذا بتفضن من يخرج نحن من البيرو رقينا سيد سناغ في الكوميسيو الحمد لله الأمور مشات